إذن استعمال المطول للبافيت للماسك إذن يسبب لي حالة تسمم بالمونوكسيدوكاربون وإلا إذن يسبب لي في حالة نقص في الأكسجين نطمنوهم ونقولولهم الماسك ما يسببش حالة نقص في الأكسجين ولا يسبب حالة تسمم بالديوكسيدوكاربون لأنه لا يعيق عملية التنفس والدليل على ذلك أحنا في المجال الصحي نستعملوه لفترات مطولة جدا كما في غرفة العمليات لساعات مطولة ولا يؤثر على نسبة الأكسجين في الدم